فهذه البطولة وصعوبتها ويمكن انا كنت بقول في منحنيات حصلت للنادي الاهلي ممكن تكون صعبة في هذه البطولة وبالأخص كمان يعني في المباراة الناهية ممكن المباراة الناهية مختلفة عن النسخة الماضية منها ماتشين وبالتالي برضو فكرة انك تحصل على بطولة بهذه الصعوبة بعد ما كانت انت خلاص طالع برا دي حاجة جميلة جدا اكيد الفرحة مزدوجة الحياة لجمهين النادي الاهلي طب اولا يعني بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نبدأ كده يعني واستغلوا خروف ان انا موجود معكم مهنق مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتر محمود الخطيب واللاعبين والجهاز الفني وجمهور النادي الاهلي وجمهور مصر كله العظيم طبعا ومش انا بس اللي اقدر اقول ده يعني تجسدت في الرسالة اللي وجهها التحنئة اللي وجهها سيادة الرئيس طبعا للنادي الاهلي واشاد فيها بدور اللاعبين وبمجلس الادارة وكل ده باكد والاستقبال اللي برضو اللي امبي معالي الوزير طبعا استقبال رسمي طبعا انه راح يستقبل الاباسة ده كله باكد انه ما حققوا النادي الاهلي انجاز للكرة المصرية انجاز لرياضة المصرية طبعا في ظل بعض الاخفاقات اللي احنا بنتكلم عليها في المنتخبات الكروية ومومان يعني باستثناء طبعا يمكن المنتخب الاول والاولومبي لكن نقول انه نستغل هذه الانتصار او هذه البطولة او هذا الانجاز انه احنا لبنى عليه سواء مع المنتخب الاول اللي هيلعب بكرة ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق مع قيادة مدربه طبعا اللي انا شايف انه هو يعني مبشر بالخير ونتمنى نفس التوفيق للمنتخب الاولومبي لكن انا عاوز اقول انه البطولة زي ما بقولوا يعني بطولة جاءت من رحم الصعوبة المعاناة والصعوبة المعاناة اللي وجهها النادي الاهلي في دور المجموعات كان على وشك الخلوب عندما يعني اللولا ضربة الجزاء اللي هي اضاحها الطاهر الطاري منها الاهلي استغل ما بعديها من فرص تغلب على الهلال السودان هنا ثم بعد كده بس انا عايز ارجع لقابليها سنة بسيطة ان ماتش سانداونز انا بشوف انه هو ده نوط في التحول يعني كان ممكن بعد ماتش سانداونز تفك وتروح جروة يعني بتلعب بره اللعيبة خلاص قالت لك انا اتغلبت خمسة ودائمان الجمهور وشغل الادارة فروح اه وتكسب اربعة فالاربعة دي تخليك تستفاد منها في مباراة الهلال انك ممكن لو كسبت واحد الامور بالنسب لك اه واحد صفت توصل على طول هو هو مفيش شكل ولكن هي هي يعني انا مش عاوز اقول بس هي البطولة ربنا رايد بيها ان نهت كل النادي الاهل اه فلاص اه هو هي هي اه من اول ما النادي الاهلي خلاص وصل لدور اله اه لا هو الاهلي بعد ما عدى دور المجموعات كلنا قلنا الاهلي بيعرف ازاي اتعامل مع المباراة صحيح والمدربين ومنافسينك قالك بس ده مدام خرج من هناك انت لو عد كان معروف ان الاهلي عدى لو عدى دور يعني انا ممكن حتى مع بعض الزملاء احنا كنا بتفرج على المطش الاهلي لما غلب الهلال قلنا خلاص الاهلي في النهائي وما كانش في عندنا شك في دي لكن المباراة طبعا مفيش شك المباراة النهائية كانت صعبة جدا صعبة كمان الصعبت اكتر بعد النتيجة اللي حصلت في القاهرة كان عند الكثيرين طبعا من الجمهور حتى جمهور النادي الاهلي خوفوا وشعروا بمدى صعوبة المباراة صحيح لكن الاداء اللي ادى النادي الاهلي رغم الحالة الجماهرية اللي كان عليها الجمهور المغربي الاشقاء طبعا انا بقول اثناء المباراة شيء وما بعد المباراة شيء ده من حقك تعمل ده في المباراة لكن انا شايف انه نقطة التحول في المباراة كان السواريخ والشماريخ اللي اطلقها الجمهور ومبلغيته واستعجاله في الاحتفال على الاحتفال ده كان توقيت خطير جدا هذا التوقيت بعدها ادى الفرصة الخمس دقائق اللي توقفت فيها المباراة دي كانت نقطة التحول في مصاري المباراة صح ادت كلها تغييرات اربع لعبة مرة واحدة غيرت شكل الفريق غيرت اداء النادي الاهلي اصابت الفريق التين اخد زي ما تقول ايه من وقت مستقطع يعني اه قلبت المباراة بقى الاهلي هو المبادر بالهجوم بقى هو الوداد هو المتراجع للدفاع من هنا جات يعني حتى قبل ما تيجي كرة محمد عبد المنان كان فيه فرصتين للاهلي اقول لا بدأنا نقول ايه بدأنا نقرب في وحدك رايح بيها احمد عبدالعادر احمد عبدالعادر واتقطعت وبعدين حتى انه بعد الهدف اللي سجلوا محمد منادي المباراة كلها بقت رايحة اهلي في على مرمع الوداد يعني الاهلي كان ممكن يجيب جنين وتلاتة يعني فيه فرصتين ضيعين من محمد شريف وعب قدر برضو وحده عالي كمان كان ممكن يبقوا اتنين مؤكدين يعني كان الاهلي ممكن يعود من هناك لكن انا بقول من راحم المعاناة دايما بتولد البطولات صحيح ومن صعوبة احساس بصعوبة المهمة بتحس بالفرحة يعني كل ما بتبقى حاجة مش جاية بالسهل بتحس بحلوة ده حي ده حي تسمحي انا مطلع الفصل